ثقافة السينما مكثنا في المدرسة الداخلية أربع سنوات ونحن أطفال صغار بعضنا قادم من البادية يلبس الجلباب وبعضنا قادم من المدينة يلبس الملابس العصرية كنا نخرج من الداخلية كل خميس فنصطف في طابور يقوده حارسان ونتابع طريقنا إلى الحديقة العمومية في بداية الشارع المؤدي إلى حي جيليز نتمشى في ممراتها نخترق أشجارها مستظلين بأغصان أشجار الزيتون كانت رياضها تبدو لنا كبيرة زاهية متنوعة ونحن نظن أن الحائط الجنوبي يفصلنا عن مدينة أخرى مليئة بالأسرار والخبايا إذ كنا نسمع أصوات غريبة يختلط فيها السراخ بالأنين أما بعد ظهر يوم الأحد فكنا أحرارا طلقاء ليس علينا حارس ولا رقيب نقطع ساحة جامع الفناء مسرعين وننتظر أمام مكتب البريد الحافلة التي توصلنا لإحدى دور السينما التي كنا نحب ما تعرضه من أفلام ممتعة وكنا نفاجأ بالوسطاء من موزع الصحف وماسح الأحذية قد استحوذوا على جميع تذاكر الفيلم وبدأوا يعرضونها للبيع أن نقبل الثمن أو أن نتخلى عن الحفلة فنغامر بشراء التذكرة وندخل قاعة العرض لنمتع بجو الفيلم قبل أن ينطفئ النور ويبدأ العرض كانت ثقافتنا السينمائية ضعيفة جدا لأننا لم نكن نهتم لا بالمخرج ولا بمغزى الفيلم ولا بشهرة الممثلين ولا بكاتب قصة الفيلم ولا بمن وضع السيناريو وإنما كان اهتمامنا بأحداث الفيلم ومن انتصر في هذه الأحداث وعندما نخرج من صالة العرض كنا نشتري نص الفيلم المكتوب الذي كانت تعرضه جريدة مخصوصة لذلك فنعيد المتعة بقراءة الحكاية من جديد ومشاهدة صورها أتذكر أحد حراس الداخلية الذي كان يحمل اسما ذارنة تونسية كان يبدو عليه أنه مولع بالقراءة إذ كلما دخلنا عليه كنا نجده إما ممسكا بكتاب أو أن له قصة موضوعة على الطاولة أمامه وكان يحب هذا الحارس لعب الكرة مع أقرانه فنستمتع بمشاهدته وهو يلعب كما نستمتع بحواره معنا وهو يلخص لنا مضمون القصة التي أعجبته فنطلب منه أن يعيرها لنا لنقرأها فلا يمانع وكنا نقرأها بشغف خاصة وهو يؤكد علينا أن هذه القصة يحمل عنوانها الفيلم الفلاني أو الفلاني لأديب أمريكي أو ألماني أو فرنسي مشهور ترجمة نانسي قنقر